اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جليد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف المحلية العربية والدولية ونبدأ بعد فصل اهلا بكم جليد في تصريحات عدة صدرت مؤخرة اكد رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني عزم حكومته اطلاق مفاوضات جدية ونهائية لاخراج القوات الامريكية من العراق تحت ضغوط جديد وجدية من الميليشيات الموالية لايران اثر مقتل القيادة في ميليشيا نجباء ابو تقوى بغارة امريكية وسط بغداد الاسبوع الماضي لكن على النقيب تماما من ذلك ابلغ السوداني سرا الادارة الامريكية رغبته ببقاء القوات الامريكية في العراق وقال وفقا لفحوى برقية سرية كشفتها صحيفة بوليتيكو الامريكية قال ان تصريحاته عن اخراج هذه القوات ليست سوى محاولة لامتصاص غضب الجماعات المسلحة والجمهور السياسي المحلي في العراق تقول الصحيفة ان كبار مستشاري السوداني قالوا للمسؤولين الامريكيين ان السوداني نفسه ظل ملتزما بالتفاوض على الوجود المستقبلي للتحالف في العراق وهو ما سيريح ادارة بايدن التي تعد بقاء القوات الامريكية في العراق امرا بالغ الاهمية واخبر رئيس الوزراء العراقي المسؤولين الامريكيين سرا انه يريد التفاوض على ابقاء القوات الامريكية في البلاد على الرغم من اعلانه الاخير انه سيبدأ عملية اخراجها من البلاد وقال كبار مستشاري رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني للمسؤولين الامريكيين ان اعلانه كان محاولة لارضاء الجماهير السياسية المحلية وان السوداني نفسه ظل ملتزما بالتفاوض على الوجود المستقبلي للتحالف في العراق وفقا لبرقية وزارة الخارجية في السادس من كانون الثاني يناير التي حصلت عليها بوليتيكو وقالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون انها لا تعتزم سحب قواتها من العراق ولم تكن على علم باي اختار من الحكومة العراقية يطلب منها القيام بذلك الى صحيفة المدهة ونقرأ منها مقالا للكاتب عصام الياسري حول تذاعي النظام في العراق ولا امل في اصلاحه وان كل هذا الخراب يجري تحت عين الولايات المتحدة ويقول الكاتب منذ احتلاله عام 2003 لا زالت تسير خلاف ما كان المواطن العراقي البسيط يتوقعون فحال الفرد العراقي في العراق على كافة الصعود الاجتماعية والمعيشية والصحية والامنية لا يختلف اليوم عن حال من عانوا في الزمن السابق حيث وصل بهم الامر بيع الكتاب والباب والشباك لسدر مق أبنائهم فضلا عن شدة القلق والهواجس التي يعانون منها نتيجة فساد وسوء إدارة سياسينا الجدل والتي يمكن أن تتطور يوما بعد آخر ويكتنفها الكثير من النفاق والانتهازية والشعبوية في مسألتين منسوبة لهم وهي الأفضلية الشعائرية لغسل الأدمغة والثانية الإدعاء كطبقة سياسية لطائفة بعينها كما يزعمونها كانت تعاني دون سواها في زمن النظام السابق السلطة الحاكمة في العراق لا تمثل في أفضل الأحوال بحسب نتائج الانتخابات الخمس السابقة أكثر من مليون ونصف مليون مواطن من مجموع أكثر من أربعين مليون عراقي ولكنها تهيمن دون وجه حق على القرار الجمعي للمجتمع العراقي وتصادر حق الشعب كمصدر للسلطات للبت في القضايا المصيرية للعراق ومنها مصالحه الجيو ديمغرافية وثرواته الوطنية ووحدة أراضيه وأمن مجتمعاته وعلى صعيد آخر تمكنت من عسكرة الأحزاب وتطبيع وجود مسلحيها في الحياة العامة بشكل منظم التفريط بمركزية الحكم ووحدة العراق وفقاً لمبدأ التوافقية والمحاصصة الطائفية التي جاءت بالفدرانية بعيداً عن أي منهج عطلاني يضمن حقوق الجميع بواقعية وبحكم القانون إشاعة الفساد وهدر المال العام والإثراء والنهب والسرقة المنظمة على أعلى مستويات الهرم السلطوي دون عقاب أو مساءلة وفق مبدأ من أين لك هذا؟ إن ما يثير الاستغراب هو عدم إدراك العراقيين سيم الأغلبية الصامتة ومنتسب الأحزاب التقليدية وما يسمون بالمستقلين لحقيقة تناغم رأي الإدارة الأمريكية مع تمنيات أصحاب السلطة الطائفيين لتقييد المجتمع العراقي وعدم ضبط إيقاع مصالحه الوطنية بهدف تأمين مصالح الطرفين على مستوى العراق والمنطقة وإلى مقال آخر ومن موقع قناة الرافدين نقرأ مقالا بعنوان أنها اللحظات الأخيرة للكاتف داود الفرحان يقول فيه الرؤساء الأمريكيون الذين تبين فيما بعد كما قالت صحيفة واشنطن بوست لا يملكون استراتيجية واضحة لإدارة العلاقة مع الدول الأخرى من العراق إلى إيران إلى فلسطين ما جعلهم يواجهون ويواجهون عددا من مساعدهم ومؤيدهم في نفس الوقت للظهور في القنوات التلفزيونية والدفاع عن مواقف الرؤساء المترددة والمتناقضة في نفس الوقت على حد وصف بعض المحللين فترامب مثلا كما روى الصحيفة الأمريكية قرر في أحد الأيام القيام بعمل عسكري ضد ثلاثة أهداف في إيران ردا على إسقاطها طائرة أمريكية دون طيار خلال فترة حكمها ثم تراجع في الدقيقة الأخيرة لأنه شعر أن مستشارة للأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية بومبيو يحشرانه في مكان لا يريده هو وفي السياسة الأمريكية في عهود كل الرؤاسة لا تعني المصداقية أمرا يستحق أن ينحني أي منهم أمامه باحترام الدرس الأبلغ أمامنا من حرب جورج بوشي الإمن على العراق وغزوه واحتلاله بحجج ثبت أنها كاذبة وملفقة وتفتقر إلى أبسط الدلائل وأنها خلفت مئات الآلاف من الضحايا العراقيين ومعهم نحو خمسة آلاف قتيل عسكري أمريكي وعشرات الآلاف من الجرحة ولم يهتز البيت الأبيض أمام كل هؤلاء الضحايا من الجانبين لكن جدران القاعة البيضاوية في البيت الأبيض تصدعت لمجرد أن قال أحد الجنرالات لترامب ذات يوم إن عملية ضرب المواقع الإيرانية الثلاثة ستخلف مئة وخمسين قتيلا إيرانيا ولربما ستؤدي إلى مقتل خمسين عسكريا أمريكيا في المنطقة لكن مئة ألف قتيل عراقي لم تعني شيئا لجنرالات البنتاجون فقط احتمال سقوط مئة وخمسين قتيلا إيرانيا يستوجب إيقاف عقارب الساعة في اللحظات الأخيرة وكنا طوال شهرين متصلين أيضا ننام ونصح على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ترامب حول الحرب المدمرة التي سيشنها ضد إيران الملالي لكنه في العشر دقائق الأخيرة قبل تنفيذ ضربات محدودة قرر ترامب إلغاء العملية وإطفاء الأنوار والتهيئة لمشاهدة الأحلام استعرض تقرير لموقع مأحد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الدولية الأحداث التي وقعت بداية سنة 2024 التي مهدت لدخول الصراع في البحر الأحمر مرحلة جديدة وقال الموقع في تقريره أنه في الأول من كانون الثاني يناير أعلنت طهران اعتزامها إرسال المدمرة الإيرانية ألبرز إلى البحر الأحمر وذكر الموقع أن المواجهة بين البحرية الأمريكية والحوثيين حلفاء إيران الذين يسيطرون على شمال اليمن في البحر الأحمر اشتدت ما يزيد من احتمال الصدام بين قوات البحرية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر ويتلخص جوهر تقييمات الخبراء في حقيقة وقوف إيران وراء تحركات الحوثيين في الواقع يتمتع الحوثيون بالدعم السياسي من إيران وأشار الموقع إلى أن تصرفات الحوثيين تسترشد في المقام الأول بمنطق مصالحهم الخاصة مع العلم أن جزءا كبيرا من أركان قيادة الجيش اليمني الذي يمثل المهاجرون من شمال البلاد عموده الفقري يتواجد في خدمة الحوثيين وبينما يسيطر الحوثيون على شمال اليمن ويسعون للسيطرة على البلاد بأكملها يصر خصومهم على اتحاد اليمن ومنح صلاحيات واسعة للمناطق الجنوبية من البلاد وبعد ثماني سنوات من القتال فقد حقق الحوثيون نجاحا رغم عدم تمكنهم من السيطرة على عدن وجنوب اليمن لكنهم أبقوا عاصمة البلاد ومعظم شمال اليمن تحت السيطرة ومن خلال مهاجمة السفن التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر يحسم الحوثيون مسألة توسيع عدد مؤيديهم وتقليص القاعدة السياسية لخصومهم بشكل مباشر في اليمن غير التقرير أن دخول إيران في الحرب أمر غير مرغوب فيه بالنسبة للغرب رغم اهتمام بعض الدوائر المتطرفة في الولايات المتحدة وخاصة في بريطانيا بمثل هذا التطور للأحداث لكن الصدام المفتوح بين الولايات المتحدة وإيران يشكل خطورة على الغرب بسبب عدم القدرة على التنمؤ بعواقبه نشر صحيفة واشنطن بوست مقالا للصحفي إيشان ثراور أشار فيه إلى أن الصحفية الفلسطينية وائل الدحدوح أصبح أحد الوجوه الأكثر شهرة في قطاع غزة كما أنه أصبح رمزا لكارثة المنطقة المحاصرة وضاف أنه أثناء تغطيته خلال المراحل الأولى من الصراع علم المراسل المخضرم لقناة الجزيرة الدحدوح أن الغارات الجوية التي غطاها من الأرض طوال اليوم قتلت زوجته واثنين من أنجاله وحفيده الرضيع إلا أن الدحدوح عاد إلى العمل في اليوم التالي منهكا لكنه ثابتا ولفت المقال إلى أن الدحدوح بصفته رئيس مكتب غزة لشبكة الأخبار المؤثرة التي تتخذ من قطر مقرا لها فقد قام بتغطية أسابيع الحرب التي تلت ذلك وتسعت دائرة الحملة الإسرائيلية لتصل إلى جنوب غزة وفقا لإحصائية لجنة حماية الصحفيين فقد قتل ما لا يقل عن 79 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وقدرت السلطات الفلسطينية المحلية هذا العدد بأكثر من مئة واتهمت الجزيرة إسرائيل بانتهاك مبادئ حرية الصحافة واستهداف الصحفيين عمدا وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين في بيان له يجب التحقيق بشكل مستقل في مقتل الصحفيين حمزة دحدوح ومصطفى ثرية ويجب محاسبة من يقفون وراء مقتلهما يجب أن يتوقف القتل المستمر للصحفيين وأفراد أسرهم بنيران الجيش الإسرائيلي فالصحفيون مدنيون وليسوا أهدافا وشدد كاتب المقال على أن الصحفيين المتبقين في غزة يعملون في بيئة هي الأكثر تحديا وخطورة في العالم بالنسبة لوسائل الإعلام وعندما لا يحاولون تتبع التطورات على الخطوط الأمامية المدمرة وغير الواضحة فإنهم يقومون بتوثيق صراعاتهم اليومية من أجل تدبر أمورهم ببساطة بدءا من جمع المياه إلى البحث عن الأنترنت إلى الحداد على أقاربهم وأصدقائهم المفقودين هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أهلا بكم جديد يلعب فيتامين دي الذي يشار إليه غالبا باسمه فيتامين أشعة الشمس دورا مهما في الحفاظ على الصحة المثالية وضرغم من الاعتراف بأهميته على نطاق واسع إلا أن عددا متزايدا من الأشخاص يعانون من مخاوف صحية خطيرة تتعلق بنقصه فهذا النقص له آثار بعيدة المدى على الصحات العامة ويرتبطه بمختلف القضايا الصحية ويعتبر فيتامين دي ضروريا بالعديد من مجالات الصحة بما في ذلك صحة العظام لأنه يحسن امتصاص الكاليسيوم والفسفور في الأمعاء ونتيجة لذلك فهو يساعد في الحفاظ على عظام قوي والوقاية من الأمراض كالكساح لدى الأطفال وهشاشة العظام لدى البالغين فيتامين دي ضروري لقدرة الجسم على امتصاص الكاليسيوم وتعزيز نمو العظام الصحي وصيانتها إلى جانب ذلك فوائده الهيكلية الكثيرة إذ يلعب فيتامين دي أيضا دورا رئيسا في وظيفة المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية وتنظيم الالتهابات للجسم ويمكن أن تؤدي مستويات غير الكافية من هذا العنصر المهم والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى إلى سلسلة من المشاكل الصحية يعرف فيتامين دي بتأثيراته المناعية حيث يلعب دورا حاسما في دفاع الجسم ضد الالتهابات والأمراض وقد تم ربط النقص بارتفاع التعرض للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وأمراض المناعة الذاتية وضعف الاستجابة المناعية كذلك بشكل عام والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع السحفة كما ترون الآن يتم إجراء العمليات الجراحية في قرادور غرف العمليات لأن جميع غرف العمليات ممتلئة ساعة السابع صباحا استقبلنا موجة عدد عالي من عدد كبير من الجرحى مما يحتاجون إلى تدخل جراحي ثورا وتم تجهيز غرفتين عمليات خارج غرف العمليات بالإضافة إلى الأربع غرف عمليات المسبولة تخطير ساعة بساعة لأننا لا متوقعين تحقيقنا الجسارات يتعرض لأكثر من مرة أن نفتع غرف عمليات خارجية حتى في خصم الاستقبل عحينا نفتع غرف عمليات نظل الوجود العدد المحدود في غرف العمليات المستشفى الاندينيسي المستشفى الاندينيسي ليس مستشفى حدودي ويقع على الغرف المجابهة ويصلنا عدد ما يجب من الحالات الضرر في أكثر من ناحية داخل هذا القسم هذا الضرر أدى بشكل مباشر إلى قطع التيار الكهربائي عن القسم وكما تعلمون قطع التيار الكهربائي عن المرضى والمصادين والزرحة يهدد خياتهم بشكل مباشر وقد يؤدي إلى وفاة العديد منهم بعد ساعات من الآن سيتوقف التيار الكهربائي التي هي نفاذ الوقود المتواجد والذي يولد الكهرباء عبر موالدات نفاذ الوقود يعني توقف الكهرباء يعني الموت المحتم لكثير من المرضى الذين يقنطون في قسم العناية المركزة ويحتاجون إلى أجهزة التنفح الصناعي وكذلك المرضى الموجودين في أقسام العمليات والمرضى الجرحة الموجودين داخل أقسام والذي يقدر عددهم 240 أو 250 مريض وجريح داخل هذه الأقسام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر